عزة وشاطر أسرة مجلة الأهلي جميعاً وكل الزملاء التعازي والأحزان في وفاة اتنين الحياة من أقدم محرر مجلة الأهلي الناقد الرياضي علي رحمة الله الأستاذ نبيل سابت وتاني يوم أول مبارح تبعاه الزميل العزيز الكبير الأستاذ محمد كمال نبيل سابت الأول يعني أنت عصرت الاثنين لأنه الاثنين من الرعيل الأول أن النبيل سابق محمد بس العلاقة مع المجلة محمد سابق نبيدي صحيح وهم كانوا من أنشط الصحفين الشبان اللي كل ارتباطهم الإعلامي جاء من خلال نادي الأهلي ثم انطلق بعد كده في كل في مجاله نبيل سافر إلى الخليج محمد فضل على تواصل مع النادي الأهلي رحمة الله على الاثنين الحقيقة ده نبيل سابت وإحنا بنحتفل في إحدى المناسبات بعيد ميلاد الكابتن عم يجيدنا معنا عليه رحمة الله نبيل سابت كان وصل لنائب رئيس تحرير جريدة بدأ الأول في التعاون الرياضي مع الأستاذ أحمد المنشليني مرب الأجيال في التعاون الرياضي كان التعاون الرياضي تقريبا بعد مجالة الأهلي من الإصدارات الرياضية الأولى في الصحافة الرياضية المصرية بدأ نبيل سابت الله رحمه مشوار طويل مع التعاون الرياضي ثم لما تحولت للسياسي ثم لغاية لما خرج لسن المعاش وفي كل الأحوال دي أو في كل السنين دي كان دائما الارتباط بمجالة الأهلي وكان مختص بملف الألعاب الأخرى وكتير لما دخل في مشاكل مع الاتحادات الرياضية كان مشجع ما كانش يعني كان ييجي يعني كنت مبارع في الحتة الفلنينة وحصل واحد اتنين تلاتة وبقال وعاده ويخش في خناء يعني أهلاه منتم بقوة جامدة جدا رحمة الله عليه وبنشاطر أسرته الأحزان في وفاته وليهم كل التعازي يقولوه بالدعاء يا رب ربنا يتولى بواسع رحمته ما فاتشي 48 ساعة حتى جاء أنا خبر وفات الزميل العزيز الأستاذ محمد كمال محمد كمال كان لعب كرة في النادي الأهلي يعني جي بعد الجيل بتاع ميم الشربيني بشوية ولعب مع الكابتن صلاح حسني ولعب مع الكابتن أحمد ماهر ولكن اشتغل في وزارة الداخلية في وظيفة مدنية موظف مدني في الوزارة الداخلية وظل واحد من مكونات المشهد اليومي في النادي الأهلي لا يمكن ما تلاقيهوش يا إما عند عم جمع الله يرحمه يا إما تلاقيه عند عم رشاد باستمرار محمد كمال في النادي أي وقت تحتاجه وكان شاهد على تطور كل نجوم الكرة يعني دي بعض الصور للزميل محمد كمال هات ليه شوية مع كابتن صالح شوية مع كابتن خطيب شوية كان مع كابتن حسن ده حتى كان الفنانين الأهلوية هتشوفهم عبد الحليم حافظ هتشوفهم مع بص محمد كمال الله يرحمه كتب في المجلة في العداد الأولى فكان دايما وأبدا يجيب لي أهو أهو أحمد مؤت حسن وعبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ في كواليس إحدى أغنياته الأولى في نشأة في مطلع المجلة في 74 وعمل مع حوار في المجلة وفضل دايما وأبدا معتز لأنه محمد كمال كان بيكتب شاعر عنده يعني إسهامات في تجارب غنائية كان لو لقى تشجيع صحيح هو يعني هو أقدر قوي مما وصل إليه أيوة وكان أهلويا عنيفا مخلصا ده مع شريف عمين عم ومين مش فاكد ده الرضا الخطيب ده تاني ده مش فاكد إما علينا هو هتلاقيه باستمرار بس محمد كمال بقى أرشيف جي بالزبط يعني مختلف في إيه دايما كنت تجد عنده مجموعة من الصور مش موجودة عند حد تاني بالزبط مجموعة من العنوين اللي ترجع لك بيها يارب يكون الأرشيف بتاعه ده أهلو محتفزين به ويدو للنادي الأهلي نعرف كمال ابن أبن أبنى حضارة العزة وكمال وإخواته ليهم كل التعازي وربنا يصبرهم يا رب يعني هما لو يدونا الحاجات بتاعته إحنا نقدر تباعا نلقي الدوق على مجهودة هذا الرجل اللي كان يستحق مكانه أكبر ده مع ساد الضزوي تخيل يعني ما حدش يعرف مين شكل ساد الضزو بالزبط ده ما هو دهي من كان محتفز بكل القصصات اللي بيطلع يعملها ده مين ده هتلاقيه باستمرار مراحل تطوره كلها باستمرار هتلاقيه موجود مع كل النجوم في كل الغصول لأنشط الناس اللي اشتغلوا في المجلة صحيح وكان عشقه رائد لأنه يعتبر أوائل الناس اللي اشتغلوا الحقيقة عشقه كان وكان يعني الاتنين بقوا كانوا كرش في آخر أيام هم كابتن شربين ومحمد وكان طيب جدا ويقابلك بشوش وضحوك رحمة الله عليها الحقيقة وكان حتى اهتم بمشروع الأكاديمية حتى أكاديمية الأهلي لما بدأت هو بعد ما خاد مشوار طويل مع قطاع النشئين وكان باستمرار يعني كان يذكر وقاع باستمرار يقول لك لما كتبت عن طهر أبو زيد وهو في سن 12 سنة ولما كتبت على فلان وتلاقي معها القصصات بتاعك دي نبيل ثابت ومحمد كمال الاتنين جنبوا بعض الاتنين جنبوا بعض في تكريمهم في إحدى مناسبات المجلة والستاذ حمد الكنيس كابتن الوحش الحقيقة ده المستاذ حمد ده اللي جنبه ولا مين والستاذ حمد عز الدين مشوار طويل جدا من العطاء والإخلاص للأهل النادي والمجلة من الزميلين العزيزين الكبيرين انا قابلت مين من كم يوم فلان الله رحمه وقلت له قد ده كويس إنا في فكرتين ده ابنه فلان الله رحمه كان عندي و دخل حلمي لأن فلان الله رحمه فلان الله رحمه كفاية كان بيكره سبت الموت قوي كفاية بقى كل الله رحمه الرحمة وكابتن صالح بهدو وابتسام كده قال له عايش تسمع ايه في سننا دي فلان دخل الإعدادية إعدادية ولا فلان خطب مش هتسمع غير فلان الله رحمه طبعا وهي بين مراحل الدنيا مراحل الحقيقة لتنين مفاتش ستة شعر كان الله رحمه لا إله بالله الف رحمه ونور على الراحلين جميعا